ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المخفور له بإذن الله تعالى حضرت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد حياة ثرية بالمناصب السياسية أعلنت ديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاما هو الأمير السادس عشر للكويت والسادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة حضرت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله تراه الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء والإخلاص 60 عاما من العمل السياسي وفي الحقل العام بدأها عام 1962 عندما تولى منصب محافظ حوالي وفي أذار 1978 تولى حقيبة وزارة الداخلية ثم منصب وزير الدفاع في كانون الثاني عام 1988 حيث طور العمل بشقيه العسكري والمدني واهتم بتحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بالأسلحة كما عين نائبا لرئيس الحرس الوطني الكويتي عام 1994 ثم عاد وتبوأ وزارة الداخلية عام 2003 قبل أن تبايعه الأسرة الحاكمة وليا للعهد عام 2006 ليخلف بعدها في 29 أيلول 2020 أخاه غير الشقيق شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي عن 91 عاما عاهد الله وعاهد شعب الكويت وعاهدكم أن أبدل قاية الجفتي وكل ما في وسعي حفاظا على رفعة الكويت وأزتها وحماية أمنها لأمنها واستغرارها عمل الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وتطوير الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما أطلق مشاريع للطاقة المستدامة الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى إدارة العجلة وإدارة الدولاب إذانا بالتشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي أولى الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح اهتماما كبيرا بالعلاقات الخارجية وعمل على تعزيز التعاون بين الكويت ودول العالم وعرف بحكماته وخبراته السياسية وكان له دور كبير في حل العديد من الأزمات التي عصفت بالمنطقة أصدر خلالها مرسيم العفو الخاص بغي تطي صفحة من الخلاف السياسي حافظ خلالها على استقرار الكويت وتمتع أيضا بشعبية كبيرة بين المواطنين الكويتيين استكمالا واستمرارا لحرصنا على تماسك ووحدة أمتنا العربية كما حافظ على موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود كان الأمير الراحل صديقا عزيزا خير داعم للبنان فلم يوفر جهدا لدعمه أكد دائما وقوفه إلى جانبه في كل مراحله وأزمته حيث كان للأمير الراحل مواقفه ومبادراته الخيرة تجاه لبنان وشعبه في أواخر تشرين الثاني الماضي دخل الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحصات طبية ثم أعلن لاحقا أن حالته مستقرة قبل أن تعلن وفاته الأحد عن عمر ناهز 86 عاما فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت وبعيد أعلن رحيل أمير البلاد عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا ونادى بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد كما أعلن الحداد الرسمي أربعين يوما وتعطيل الدوائر الحكومية ثلاثة أياما اعتبارا من السبت والشيخ مشعل هو الأخو غير الشقيق للأمير الراحل ويبلغ 83 عاما عين في 13 نيسان 2004 نائبا لرئيس الحارس الوطني بدرجة وزير حتى تولى ولاية العهد عام 2020 ترجمة نانسي قنقر